اشتركوا في القناة لكن لا اعرف الطريقة التي ساتبعها لو تكرمت وقدمت لنا نصائح سنكون لك شاكرين انا كذلك استادي عندي مشكل كلما حفظت بعض الايات اجد نفسي قد نسيتها ان هذا لشيء محزن حسنا ساعطيكم خمسة نصائح مهمة لحفظ القرآن الكريم اول نصيحة اقدمها لكم وهي يجب ان تستمعوا دائما للقرآن الكريم وذلك باختيار مقرئ متق تلاوته جيدة تسمعون له دائما وهذا يجعلك اذنكم تتعود على سماء النطق الجيد والنطق الصحيح للقرآن الكريم ويساعدكم هذا على الحفظ فمثلا انا شخصيا لقد حفظت العديد من الصور عن طريق السماء فقط النصيحة الثانية وهي تفسير وفهم الايات التي ستحفظها مثلا انا الان اريد ان احفظ مثلا الايات الاولى مثلا خمس ايات اولى من صورة البقرة يجب علي ان اتعرف على معنى تلك الايات اقوم بالبحث عن تفسير تلك الايات ولماذا نزلت تلك الايات وفي من نزلت ومتى والاحداث التي نزلت فيها تلك الايات ففهم معنى الايات يساعد على الحفظ كما يجعلك هذا تتخشى عند سماء تلك الايات مثلا انا في المسجد اصلي والامام يقرأ ببعض الايات التي انا افهم معناها فالامام يقرأ وانا اتخشى كيف اتخشى فانا اسمى لتلاوته وكذلك يدور في ذهني او تدور في ذهني تلك الاحداث التي تتحدث عنها تلك الايات بالنسبة لي هذا هو الخشول ثالث نصيحة وهي اقرأ الايات اكثر من عشر مرات تلك الايات التي تريد حفظها اقرأها اكثر من عشر مرات خمسة عشر مرات اشتر المرة اكثر حتى تحفظها جيدا وانصحك عندما تكون تقرأها اقرأها بالصوت تقرأ وتسمع مثلا اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بحفظ الكلمة الأولى من الآية التي تليها فتلك الكلمة الأولى تكون هي مفتاح الآية الموالية مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى حتى هي مفتاح الآية الموالية مثلا البعض عندما يحفظ يحفظ أي شيء مثلا القرآن أو غيره أحيانا يقول لك اعطيني فقط أو قل لي فقط البداية مثلا بداية الفقرة أو بداية الآية وسأتلوها عليك أو سأعرض عليك تلك الفقرة أو سأتلو عليك تلك الآية بأكملها يكون قد نسى الكلمة الأولى أو البداية دائما البداية هي التي يجب التركيز عليها جيدا فهي التي تأتي بما بعدها رابعا المراجعة القرآن الكريم يحفظ بسرعة وينصى بسرعة لذلك لا يجب أن نهجر قراءة القرآن الكريم وكذلك نراجع دائما تلك الآيات أو تلك الصورة التي حفظناها ويمكننا أن نصلي ببعض الآيات التي حفظناها نصلي مثلا بها في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والنوافل كذلك حتى نتذكرها جيدا النصيحة الخامسة وهي إذا كنت تحفظ من المصحف لا تغير المصحف لأنه إذا غيرت المصحف ستتلخبط لا يجب أن تحفظ من هذا المصحف وتأخذ مصحفا آخر تحفظ منه ويكون مغاير له من ناحية الشكل أو غيره ومن الأفضل أن تحفظ في اللوح لأنه هنا تكتب وتحفظ وهذا يساعدك أكثر إذن كانت هذه هي النصائح الخمس بأكملها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها وتطبقوها وأراكم إن شاء الله في الحصة المقبلة شكرا لك أستاذنا الفاضل سأتبع كل نصائحك بإذن الله تعالى انتهى الوقت أراكم في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى مع السلامة يا أستاذ شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر